الرسالة عراقية وسائل يقول فرد ولد في بقعة جغرافية معينة لا ينتشر فيها الفكر أو المذهب الشيعي نحن ما عندنا مذهب عندنا دين شيعي هناك مذهب طوسي هذا مذهب مراجع النجف وكربلة إنه مذهب عباسي لعين لكنني سأحمل المذهب على المعنى اللغوي وليس على المعنى الإصطلاحي على المعنى اللغوي هناك مذهب شيعي اتجاه طريق فرد ولد في بقعة جغرافية معينة لا ينتشر فيها الفكر أو المذهب الشيعي أراد الوصول إليه عبر القرآن أولاً فتبين أن القرآن حمال أوجه ولا يمكن تفسيره إلا بوجود إمام معصوم كما تبين غياب الإمام المعصوم الوحيد القادر على تبيين آيات الله فكانت الأحاديث والروايات يمكن إيجاد أحاديث الأئمة فيها وتفاسيرهم للآيات وبما أن كتب ومراجع الشيعة أكثر مما يمكن عده فيحصل اختلاف بين الروايات سواء من تأويلها أو صحتها فيحصل اختلاف بين الروايات سواء من تأويلها أو صحتها أو بطلانها أو حتى أجزاء منها ما العمل عندئذ قد يقال إن المعصوم قال ارجع إلى الأعدل الأعلم الأكثر رواية لحديثنا والأكثر إيمانا المشكلة الجواب هنا نسبي يختلف من شخص لآخر حسب القناعة العقلية لكل فرد فلا يُعقل أن يتوصل كل من يقرأ ويبحث إلى نفس الشخص أو نفس المرجع وقد تكون لكل فئة وجهة نظرها للشخص والأيديولوجية المعينة وإذا كان الجواب فهو مبرئ الذن فمن غير العادل أو المبرر أن يظهر الإمام المهدي الأخير وهو يقطع الرؤوس ومن قال لك من أنه سيفعل ذلك الإمام يقطع الرؤوس التي لو بقيت لسببت الضلال للناس باب التوبة مفتوح الإمام يأتي كي يقيم الحجج على الناس يظهر المعاجز لهم الإمام يشفي أمراضهم البدنية الإمام يقيم العدل فيهم الإمام 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 يجفف منابع المعصية الإمام يأتي رحمة ولا يأتي عذابا ونقمة يكون عذابا ونقمة لهذه الرؤوس القذرة إنهم كذابوا الشيعة الإمام لن يفتك بالمسيحيين إلا الذين سيحاربونه ولن يفتك باليهود إلا الذين سيحاربونه ولن يفتك بالسنة إلا الذين سيحاربونه ولن يفتك بالشيعة إلا الذين سيحاربونه إلا الرؤوس القذرة الروايات هكذا تقول من أن الإمامة أول ما يبدأ بكذابي الشيعة من هم كذابوا الشيعة هل هم عمال معامل النسيج مثلا أم هم عمال سكك الحديد أم هم الذين يعملون في القطاع الصحي مثلا كذابوا الشيعة هم مراجع الدين رجال الدين كذابوا الشيعة هم القادة السياسيون الدينيون هؤلاء هم كذابوا الشيعة الذين ستقطع رؤوسه وهؤلاء الكثير من الشيعة في وقتنا الحاضر حاقدون عليهم لأنهم يعرفون حقائقهم كثير من الشيعة مخدوعون بهم كثير من الشيعة مصالحهم معهم هذا هو واقع الحياة لكن الإمامة لن يأتي كي يكون جزارا كي يكون قاطعا للرؤوس الإمام رحمة نحن هكذا نخاطبه أين باب الله الذي منه يؤتى هذا هو باب الله وماذا يأتي من باب الله الذي يأتي من باب الله كما عودنا الله تأتي رحمته رحمته هي التي تأتي ماذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إنه الدعاء المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الدعاء يناجي فيه الداعي ربه سيدي سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وَأَنَا الْطَرِيدُ الَّذِي أَهْوَيْتَهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَةِ يَسْتَمِرُ الْدُّعَى أَنَا يَا رَبِّ الَّذِي لَمْ أَسْتَحِيكَ فِي الْخَلَاءِ وَلَمْ أُرَاقِبْكَ فِي الْمَلَاءِ أَنَا يَا رَبِّ الَّذِي لَمْ أَسْتَحِيكَ فِي الْخَلَاءِ حين أخلو مع نفسي ولا يراني أحد ولم أراقبك في الملأ وحين أكون بين الناس إني أراقبهم ولا أراقبك أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اشترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا هو الذي يعطيني هو الذي يعطيني مر علينا والفقير الذي أغنيته وأنا الفقير الذي أغنيته هو الذي يعطيني فأأخذ عطاءه كي أدفع الرشاوة لأجل أن أرتكب المعاصي هذا هو الذي يجري في حياتنا أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا الرشا جمع لرشوة أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى إمام زماننا يقطع رؤوس الضلال التي لو بقيت فإنها ستدمر المجتمع مثل ما تدمره اليوم أنت عراقي من الذي دمر واقع العراق بنحو عام والواقع الشيعية بنحو خاص مراجع النجف مرجعية السيستاني والأحزاب القطبية القذرة في المنطقة الخضراء هؤلاء هم الذين دمروا العراق عموما ودمروا الواقع الشيعية خصوصا الحقائق موجودة على الأرض إمام زماننا إذا ما خرج يذبح هؤلاء إن أدركوا عصر الظهور أو أمثالهم الذين سيأتون في الأجيال القادمة هؤلاء هم الذين سيذبحون أنت تتساءل وتقول ما هو الحل الحل بينه إمامنا الصادق في رواية التقليد هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري والطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتين من الرواية الطويلة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا جرم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إنه المرجع الشيعي الأعلى في أي زمان كان لا أتحدث عن زمان بعينه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي الطوسي النجفي الأعلى ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب وليس بالضرورة أن يرجع الجميع إلى شخص واحد الأئمة ما قالوا من أنه يجب على الناس أن يرجعوا إلى شخص واحد حينما تحدثوا عن الفقهاء تحدثوا عن مجموع فأما من كان من الفقهاء وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا رواة جمع فليس هناك من شرط أو من ضرورة أن يرجع الجميع إلى شخص واحد مذاق القرآن ومذاق حديث العترة فإن الإرجاع يكون إلى مجموعة من الفقهاء إلى مجموعة من رواة الحديد قد يرجع الجميع إلى شخص واحد إذا تعين هذا الشخص الواحد بالنسبة له صار معينا عنده لكن هذا ما هو بشرط القرآن كذلك إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الثانية والعشرين بعد المئة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون مجموعة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة مجموعة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الإنذار من مجموعة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولم يكن الكلام عن فقيه واحد عن راوية حديث واحد وإذا ما وقع اختلاف هناك بعض الموارد الاختلاف موجود من قبل الأئمة في تلك الموارد لأن الأئمة وضعوا لكثير من الوقائع أحكاما متعددة فيمكن لهذا الراوية أن يختار هذه الرواية ويمكن لراوية الحديث الثاني أن يختار رواية ثانية لأن الأئمة أساسا وضعوا للواقعة الواحدة العديد من الأحكام هذا هو الذي ترفضه الحوزة الطوسية اللعينة بسبب غبائها ويذهبون هم ينشئون فتاوى مختلفة يرفضون الحلول المتعددة الواردة من الأئمة وهم يصنعون حلولا متعددة ويقولون لشيعة اعملوا بها فهذا المرجع عنده حل وذلك المرجع عنده حل والمرجع الأول ليس متأكدا من الحل الذي طرحه والمرجع الثاني كذلك ويتركون الأحاديث التي هي حلول متعددة تضع الفقيه في حالة اختيار وتضع الشيعية أيضا في حالة اختيار في بعض الحالات الفقيه هو الذي يختار وفي بعض الحالات الفقيه يقول للشيعي هذه خيارات عديدة أن تختار واحدا منها وعمال هذا هو فقه العترة وهذا هو الذي سأبينه لكم في برنامج الرسالة العملية الزهرائية الموجزة المتلفزة التي ترفض الرسائل العملية الطوسية القذرة المناقضة لمنهج العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر